سنوات عديدة مرت منذ بداية الحرب تغيرت ملامح الأرض والإنسان انهارت الدولة بشكل شبه تام دمرت المنازل والمنشآت شرد السكان واجتاحت المجاعة والأمراض معظم أرجاء البلاد ربع مليون يمني باتوا قريبين جداً من الموت جوعاً لم يعد الأمر مجرد توقعات قبل الكارثة بل أصبح واقعاً مأساوياً متكرراً تحذر منه كل يوم تقارير المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية وفي تقرير جديد قالت إن 250 ألف يمني باتوا على حافة الموت جوعاً ما لم يحدث تدخل عاجل لإنقاذهم المنظمة أوضحت أن الحرب والأزمة الاقتصادية الناجمة عن القتال يعدان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن الصراع المستمر الذي دمر البنية التحتية في البلاد بحسب المنظمة الدولية أدى إلى كوارث إنسانية عديدة حيث أكدت أن نحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد الواقع أشد بؤساً مما تقوله التقارير فلا تستطيع الصورة أن تظهر كل شيء حيث إن هناك من لا تصل إليهم المنظمات وكاميرات الصحفيين وهناك من يقاسي أوضاعاً صعبة دون أن يسمعه أحد هكذا هو حال بلد التهمت الحرب فيها كل ملامه الحياة ترجمة نانسي قنقر